من جديد تسمح السويد للمتطرفين بارتكاب فعل عنصري يمس مشاعر أكثر من ملياري مسلم بذريعة حرية التعبير تظاهرة جديدة أمام مسجد ستوك هولم الكبير تحرق فيها نسخة من المصحف الشريف في أول أيام عيد الأطحى المبارك الفعل الذي أثار سخط المسلمين لم يرتكبه متطرفون أوروبيون هذه المرة بل صدر عن سلوان موميكا العضو السابق في ميليشيا سقور السريان المسيحية المنضوية ضمن ميليشيات الحشد الذي وصل إلى السويد قبل سنوات قليلة بعد فراره من العراق وبحسب مصادر مطلعة فإن موميكا الذي يحمل الجنسية السويدية قاتل مع الميليشيات المسيحية من ضمنها ميليشيا بابليون المدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية لارتكابها انتهاكات عريدة وتبرر السلطات السويدية إصرارها على السماح بهذه الأفعال المتطرفة بالقول إن حريات التعبير لديها تتيح للجميع تنظيم مثل هذه التظاهرات لكنها ليست بالضرورة تدعم هذه الآراء المتطرفة ويبقى السؤال هل حقا تسمح قوانينها بذلك؟ وفقا للقانون السويدي فإن حق التعبير عن الرأي ينتفي تلقائيا في ثلاث حالات الأولى إذا ما أدى إلى تهديد مصالح الأمن القومي للبلاد وظهر ذلك جليا حينما أقدم اليميني المتطرف راسموس بلودان على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم بداية العام الجاري ما أثار غضب العالم الإسلامي وأنقرة وأضعف موقف السويد الساعي إلى الانضمام للنيتو وفي الحالة الثانية إذا كان التعبير عن الرأي يمثل إساءة لحقوق الآخرين بينما يقيل القانون حرية التعبير عندما تستخدم للتحريض ضد الأقليات في الحالة الثالثة ولا شك أن هذه الحالات تنطبق على ما حدث من حرق نسخ المصحف الشريف وبالتالي فإن مبررات السويد تبدو غير منطقية وتثير علامات استفهام من الصعب استيعابها فماذا لو وضعت حرية التعبير التي تتشدق بها ستوكهولم على المحك وطلب عرب أو مسلمون إحراق كتاب يتحدث عن ما يسمى بمحرقة الهولوكوست النازية لليهود فهل ستسمح السويد بذلك؟ وهل ستوفر الحماية لهم؟